فلما نيجي نتكلم عن الإنسانية هنتكلم عن إيه اللي حاصل عن من الإنسان هل الإنسان اللي بيقتل ويفسد في الأرض من غير حساب بل بدعم لدعاة الإنسانية والتقدم ولا عن الإنسان من حيث كونه إنساناً مكرماً بغض النظر عن لونه وجنسه ولغته وقوميته مهم الحديث ده نتكلم فيه النهاردة وإحنا بنواجه لإنحياز الغرب للجنس الأبيض والتوجه الصهيوني دايماً بنقول إن الحضارة لا تقاس أبداً بمجرد التقدم المادي أو التقن وإنما لابد من قيم تقود تلك الحضارة وإلا إذا خلت هذه الحضارة من القيم هنشوفه أوروشيما ونجازاجي جديدة إذا ما كناش أنا منشوفها الأيام دي زي ما سمعنا مسؤول في الكيان المحتل هو بيقول إن احنا نضرب غزة بالنوع هنا لازم نرجع تاني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيأسس عندنا معنى مهمة أول ما فيش فيكم إله كلكم عبيد كلكم عبيد إن ربكم واحد ما فيش حد رب التاني حتى غير مؤمن بدين رب الله لأن حضرت النبي قال ما هلش أيها المؤمنون فنقول بقى كل المؤمنين بالأديان لا يا أيها الناس إن ربكم واحد يبقى حتى الإنسان الذي لا يؤمن بالله ربه الله لأن في الحقيقة الخالق هو الله حتى وإن أنكر ذلك فده مش يغير الحقيقة أن الذي خلقه هو الله فده يقتضي إن ما فيش أي شكل من أشكال التمييز ويقضي على فكرة التمايز وإن الأديان جاءت لسعادة الإنسان وإلى إنه يزداد خلقا مع الكل وإن فكرة التمايز دي والتمييز فكرة مرفوضة دينيا قبل ما تكون مرفوضة في القوانين الدولية والمواثيق وإن اللي سبق كل المواثيق الدولية والقوانين دي الإسلام عندما جاء وقال إن ربكم واحد لما حضرت النبي أول كلمة يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فنفى إن يكون في أي تمايز على أساس دين وإنما على قدر ما تملك من أخلاق وقيم حضرت النبي بيقول لك معنى مهم أول جدا في المساواة بين الناس ما حد شيء يقول لي المساواة بين أهل الدين وعدم أهل الدين في مسألة الدين ما حد تشأل كده لكن احنا بنتكلم على الإنسانية كلنا إنسان فالمساواة بين الإنسان إن أباكم واحد فكرة إن الإنسان أخو الإنسان بنلاقيها وإحنا بنتكلم عن المشترك الإنساني والعايش المشترك وهي واحدة من الأصول التي بنى عليها الإسلام المجتمع أي مجتمع بالمناسبة وثيقة المدينة لما تكلمت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكتب وثيقة المدينة وبيتكلم على المختلفين في الدين فجعلهم جزء من المجتمع وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا ده ما كانش اختراع وليد لحظة المدينة خلي بالكم إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيعمله ما كانش بيبقى اختراع ده أمر إلهي يظهر في وقته ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا كان بيردنا إلى الأصل الإنساني اللي هو أصلنا الواحد يبقى ما فيش أصحاب ما فيش حد مفضل على الحد يبقى أصحاب البصر البيضاء مش أفضل من أصحاب البصر السمراء اللي موجودين في إفريق لأنهم ناهم نفس الحقوق لهم نفس الحقوق في هذه الحالة فما حدش يفضل نفسه على الآخر لإن أبانا واحد وإخواتنا في غزة لهم نفس حقوق الشعب الأوكراني زي ما بيكلموا على إن في شعب بيقتل كمان في شعب بيصبح أمام العالم كله وعشان كده أحد روايات الحديث جاء فيها كلكم لآدم وآدم من تراب يعني بلاش بقى التكبر على الناس وفكرة سمو الجنس وشعب الله المختار في النهاية أنت أصلك هو أصل كافة البشر علشان كده فكرة التمييز العنصري المبني على فكرة الجنس هذا تمييز في الحقيقة قاتل للإنسانية يقضي على الإنسانية وعشان كده اللي بيحصل اللي الملائجة تساءلت عنه قالوا أتجعلوا فيها ما يفسدوا فيها ويسفكوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فاللي علموا وعلم آدم الأسماء كلها آدم أبونا الواحد فتسوينا كل اللي عايش متساوف إن أبوه آدم تعلم وعلم أولاده هذا العلم فالتفاضل بالعرق أو النسب أو أي مظهر من مظاهر دي فكرة تقضي على بقاء الإنسان لأن هي فكرة خاطئة لأن الله دخل للإنسان بهذه الأشياء ولذلك التعامل مع الناس بفكرة وحدة الأب اللي هي وحدة النسب الإنساني فيها يسمعها وحدة النسب الإنساني في نسب إنسان إحنا متحدين فيه وتذكير للإنساني بأنهم أخوة لأب واحد لابد إنهم يحفظوا على هذه الأخوة في كل وقت حتى أوقات الصراع والحروب لابد إن إحنا نفتكر إن أبانا واحد وهو آدم وعدونا واحد هو عدو آدم إبليس العين ترجمة نانسي قنقر